لو جات لك فرقة في الدولة دلوقتي يعني جيبت فرقة مسا نقلت لك يا كابتن ميمي معلش احنا محتاجينك تشتغل مع الفرقة كمدير فني هتستعزل وتمشي من المصري ولا هتكمل مع المصري لأ هرجع هرجع طبعا لمستر كامل انت عارف في ايامك الاخيرة دي فكل واحد اللي خليك بيبقى عنده طموح طموح اللي انت بتشتغله بتعمل اه مهمة قطعة النشقين مهمة صعبة جدا صح جدا 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 انت عارف فيها كلام كتير الحمد لله الوحيد او بالنسبة لأ اصن مفيش عشان كده ماشي في بورسعيد رفع دماغي مفيش اي مخلوق ليقدر يعلم عليها كوباية شي صدق لما هو المجال ده كده انا بحكي لك المجال ده كده متزعلش مني في الكلمة دي لا بالعكس دلوقتي فتحت موضوع مهم جدا ده موضوع كبير جدا انه كتاعات النشيين في موضوع مش الاغلبية ده موضوع انت كنت قبل كده بيتصار كتاع النشيين في مصر في مشكلة في الحتة ديت وبينكو سين كده الصمعة فيه مش عظيمة لك المدربين بياخدوا فلوس وفيه مجاملات وفيه مش عالف اي ايه في كصص كبيرة جدا انا جامل انا جامل فيما املك يعني باش مواند اسفرق كان بيقول لي كلمة ما كنت شغال مع عشر سنين يقول لي ليه صعب عليك يفقيرك مواند اسفرق عامل رئيس نادي سموه اه رئيس نادي سموه يقول ليه صعب عليك يفقيرك لا انا في مهمة فالنهارده القرى مفهاش وسطة مفهاش كوسة فالنهارده واحد مثلا معين بيعمل كده فشغل اكتاع الناشئين صعب جدا 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 لما كان بيتقال عليك انت في اكتاع الناشئين كابتن ميمي عدى فلان ولا عدى فلان ولا دخل فلان كنتش بتتضايق اكيد بتسمع يعني باسمع كتير باسمع كتير وبيتقال انا قافل تلفوني فترة النادي المصري عامل خاصية قافل تلفوني ثلاث شهور ودلوقتي قافله كمان ثلاث شهور ماردش قل على حاجة معينة لان انت كتر السمع او كتر الكلام ده بيتعبك طبعا فانت عاوز النهارده تطلع حاجة النهارده مسلا فيه سؤال كمان انا ستكلموا لك كل ايه ميمي عدركة مدركة ناشئين ما لعيبش لعاب اه على عين وراسي في لعابة لابت في اوقات معينة اه حاجة معينة انا مطالب كنت مطالب بنتايج مطالب اللي انا اخد المركز الخامس صح لدرجة قلت مطالب بالرابع مم فالنهارده لما حضرك ألعب حداشر مباراة اعمل ستة فوز مم وثلاثة عادل واثنين هزيمة مم ده تعال الشغل بقى اللي عابة بتحترمك من كوة شغلك صح فالموضوع كله اصلا موضوع لاشي لا وبس عشان ابقى امين يعني حتى النتائج اللي انت عملتها دي دي مش نتائج يعملها مدرب في اواخي الموسم مش اقولك في نص الموسم كمان عشان تطالب مدرب انه يعمل نتائج كويسة سلموا الفرقة بقى ويعمل معسكر اعداد اعداد ولعبين فانت لو ما كنتش عملت النتائج دي وعملت نصهم كان برضو هيتقال عليه نجاح انت اصلا انت مستلم للمهم اقسم بالله